قالت وزارة الصحة إن مجلس إدارة مركز أمراض الدم البراثية مستمر في السعي إلى تحقيق وتنفيذ الخطط التطويرية المناسبة التي تتماشى مع الأهداف المنشودة حيث تم متابعة مؤشرات الأداء لتعزيز سلامة المرضى وذلك من أجل بقايا من المضاعفات ومواطن الخطورة وفي ندوة استادفت مرضى فقر الدم المنجلي وأهلهم أكد استشاري أمراض الدم الأطفال والكبار وزراعة الخلية الجدعية ومدير مركز أمراض دم الأطفال والكبار في المستشفى الاستشاري والأردن الدكتور إياد حسين أن مركز أمراض الدم البراثية بوزارة الصحة يقدم خدمات للمرضى هي الأولى من نوعها في المنطقة طريقة جديدة تتبعها وزارة الصحة في علاج مرضى السيكلر جاءت بناء على توجيهات القيادة الرشيدة المباشرة لتطوير طرق علاج هذا المرض الوراثي هذه الطريقة تمثلت في أن يخضع المرضى الذين يترددون بمعدل خمس مرات متتالية في الأسبوع أو عشر مرات متفرقة في الشهر والذين يشمل علاجهم أخذ مضادات الألم الأفيونية للتدرج في إعطائهم الأدوية بحسب درجات الألم والتي تتراوح ما بين صفر إلى عشر درجات لتعزيز درجة سلامة المرضى طبقا لسلم مضادات الألم المتبع عالميا والمنصوص عليه من قبل منظمة الصحة العالمية نحن ودنا أن نصل بهذا المريض أنه يبتعد قد ما يدر عن خدمات نقدمها لها بحيث لا يعتمد عليها وهي فعلا بتعاون كبير من المجتمع والجمعيات المعنية فيه وصلنا إلى أن نحن نحط برنامج يخلي المريض يتعالج على مستوى رعاية صحية الأولية يقلل من دخول المستشفيات وتقدم للخدمات بحيث أن تكون موفورها ليس فقط لعلاجه ولكن للوقاية من بعض الأمراض فنجد في الرعاية الصحية الأولية لهم عيادات متخصصة في الرعاية الثانية لهم عيادات متخصصة بجميع التخصصات في مكان واحد الآن لهم مركز هذا المركز يعتبر على مستوى المنطقة هو تقيب الأوحد قمت بمعاينة ما يقرب حوالي من خمسين مريض في العيادة أو المرضى الراقدين وكذلك تقييم الحالات المرضى وتقييم أداء المركز وهو من المراكز المتميزة والقليلة في المنطقة التي تختص في مركز واحد لأمراض الدم الوراثية وفقر الدم المنجلي وهناك تطور في إمكانيات الخدمات الصحية المقدمة وإن شاء الله هناك خطة أيضا لتطوير هذه الخدمات مرضى السكلر أنفسهم عبروا عن استحسانهم لطرق العلاج الجديدة مشيدين بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بتكثيف برامج استقدام الخبرات الطبية العالمية المتخصصة لعلاج المرضى داخل البحرين وتوفير الأساليب العلاجية الأكثر تطورا طبقا لأرقى المعايير الطبية العالمية هناك نتائج كثيرة ولكن أهمها هنا للقراءات متعددة من ضمن هذه القراءات انخفاض عدد الوفيات وهذا لحظناه بشكل 40% أيضا سرعة الحصول على الخدمات الصحية تقليل مدة الانتظار للدخول إلى المستشفى عدد الأيام المكوث داخل المستشفى وعدد مرات زيارة الطبيب إليه هذا كلها ساهم في تحسين خدمات الطبية والرعاية مقدمة لمريض السيكلر يذكروا أن وزارة الصحة وفرت جميع الأدوية لمرضى السيكلر في جميع المرافق كما عملت على ضمان عدم حدوث أي نقص خلال العطل الرسمية كما تواصل الوزارة برنامجها في استخدام الخبرات الطبية والطبيب الزائر تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين